السلام عليكم أخوتي العزائز كديري اللباس عليكم كانت منها يا ربي تكونوا باخر ولا خير وأحوركم طيبة واللي عنده صبح صبح الخير واللي عنده مساء مساء الخير عليكم كاملين واليوم جيت نبيه ليكم حقيقة النصب اللي نصب رجل بنت رشيدة ورجلها حقيقة النصب اللي كانت تخرجت تقول نسبو عليك بنتي نسبت عليها وفاش الناس قالوا لها بأنها هاد كيفاش أنه نصب عليك هو ما دلك تاشي حاجة وما دلك تاشي حاجة خرجت تتحمر المتتبعين ديلها وتتقول بأن هي عندها النصب هو الكذوب النصب هو الكذوب وانا خرجت فيديو آخر تقولك انا ما بغيتش نطول انا ما بغيتش ندير انا غاي خرجت نقول لكم هاد شي هاد شي هاد شي بغيتش بغيت نطول كدرت مسلسل لا شريفة را كدرت فيديو شعريت مطول شعريت مطول ماشي مسلسل شعريت مطول دخلت فيه ديكش اللي غيدخل المسلسل عجوش دلمليون ديال المشاهدة تقريبا راها ماشي سهلة واللي زبوني اللي تزادو راها ماشي سهلة اذا ديكش انتي اللي غا تحقيه في مسلسل انتي حقيقتها في شعريت وكنتي مازال غا تزيدي الطولي في شعريت غير انه بنتك خرجت حكت لك على الضبرة بدل نفهم خرجت يالله انتي بديتي وياج بدت تقع لاخوات المزيو دا كاملة ديكش لاش انتي فرانيتي وانا السيد لي ما كانش خدام بصباح خدام وانا ديك الهضراء اللي قلتي كولا قلتي انتي كتير غير ما كانش شخص تقوليها وما ديك الهضراء ما منهاش ما كينا شي وانا بنتك ما عندها عقل وخا خرجت قال ديك الهضراء والحقيقة بالنصب اخوتي انه صيد فعلا وضحي شعبي من عائلة فقيرة والفقر مش يعيب فقر مش يعيب وانا بحكم البنت عارفة امها تتموت على الريان تتموت على الريان لا هي ولا بنتها بجوج لانا تب انتها خرجت واحد المرة في حد المنبر اعلامي قالوا لها شنو هي الحاجة اللي تتفرحك قاتل هوم الفلوس وايمن الفلوس هي اللولى اذا مني عارفة هي يمها انها تتموت على الريان تتموت على الريان مش اتخذت الفلوس معن دمها بجيك شريتها تتهمها وعطاته بش يدور معالي فاند ميناج وانه بش يكريت توارق وبش يلبس وبش هذا وبش يبالها بانا راهو عنده الفلوس هيته هي كانت عندها بنتها دايما حطها في الفيديوهات دايما كانت تتصمر فيها دايما كانت نوية بانا تجيب لها مليال داير ولكن بحكم ان السيد مفحلوش عرفت البنت بانا ما عمرها ما غتقابل به نادس هي اخذت الفلوس ما عندها وعطاته وعطاته بش كريت توارق عطاته بش يدور معالي فاند ميناج بش حل ما عينيها لانا ما كتموت على الريان وفعلا ومارا عطفت راسها قلت لك جا عندي شميت فيه انه هو سكران هي شميت فيه سكران وعطته البنت يعني باشتعرف هي ما كيهمات تشي حاجه من غير الفلوس من غير الفلوس وخصيدة بخيرها ما فهمتش علاش بنادر ما لاش هاد الطمع علاش هاد الطمع كامل وفعلا مني السيد كيف قالت هي ما جاب لها حتى شي حاجه قالتها حتى ديك شليك حلكي قالت هي ما جابوا لها حتى شي حاجه ربطات اللقامة ما جابها لهاش فين ضربوا الصداق صافي ووصلوا للمبتغة ديالهم سيد تفرش صافي ديك سع ما بقى ما يتخبق ما بقى ما يتخبق ما عنده ما عنده شي حاجه سيد را هات شي هاد هي خطه باش انه يتزوج بالبنت صافي ديك سع السيدة ناضيت خرجت بحورقة لان السيد كانت ناوية انه مني شافته سيد بتوارق والسيد عنده الفلوس وقاس غكي يجبد الفلوس وعرض عليها بشوالها نسخروف وديك شي انه هي دارت المخططات وفجأة مخططات ضربوا لها في الزيرو هنا فين خرجت هي تتبكي وكتبكي بحورقة وكتقول بان نصبوا عليها هذه هي الحقيقة بالنسب اللي نصبت عليها بنتها ورجلها باش هي دابة ولو البنت فاش خرجت تتخويل مزيودة لك شي بان اخوها محمل بنت وفعلا ركاين هاد شي وفعلا هاد شي ركاين اذا مني شافتها بانها صافي غتسمح فيها صافي والسيدة والسيدة كي قلت بان خرجت في منبر اعلامي قالت بان الحجر كتفر الحارة الفلوس الفلوس تهيبها لامها حتى تبقى نصدتها لها ونزولت لها كل شي نظرت البنت تتزدح لم هذيك شي اللي كاين اللي مخبي وهاذيك شيرة فعلا باش ميخرجوش وقل لك ره مكاين شل لا راني غي كنت تنخربك ولاش تتخربك على المتتبعين واش هم قالوا لك خرج يقول لهم ديك شي اللي عندكم واش قالوا هم خرجونا المشاكين اللي عندكم باش تكتبوا عليهم اذا انتم ما خرجتوا لش ما تكونوا لش ما عندكمش مصداقية عش ما كنتوا صادقين مع المتتبعين ديالكم ما فين خرجت الام تتبكي بحرقة صافي والخراعة وثاني خرجت تتقول لها تتحكي لها على الدبرة منين حكت لها على الدبرة وبدأت تتجبض لها في الدواسة خافتها تزيد تكمل وها دغيات خرجت بالصلح ودغيات مشا تقلبت علي وقاتوا خدام وانا وولد الناس وانا وكل شي وانا صافي انا هذيك بنتها وانا مغدوش بنتها وانا هذيك بنتها وانا هذيك بنتها وهادي وهادي ولكن انت فعلا عندك ولادك هزاز انا سنقول لك من هنا لكن فعلا ولادك هزاز وكان ولدك فعلا ان هذيك سيدة دبرة شوف راكيل والادان يعني حتى تقولي بانه رغي بغدت لسقوف ولدك ولاده ومعنت يتبارك الواسيدة عندك الرسطورات كي تقولي وعندك الطوموبيلات وعندك الفلاس وانا كي بخيرك وانا كي اليوتيوب بغي المشاكل مني اليوتيوب بغي المشاكل اش داك ليه اذا دبرة عارفة بانا كاين ولت عادي وانا كاين ولت في المتناول ان ديك التحليلة ديال لدين انا سيرت ديرها ولكن هذيك فعلا ديك شي احفادك رتا هو غيكون را عز الولد ولد 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 لكن ولادك عندك عزاز وانا ولادك ما تبغيش انت قتهم شي حاجة وحتى ديك اللي فكرش ديك البنت راه منك راه من عائلتك من ولدك وكنتمنى انك تديري هذي المبادرة وتخرجي وانا هذي البنت هذي فعلا اللي قالوا كاينة وانا الناس اصحاب قناوات متوقين وعندهم المصدقية ديالهم قالوا فعلا كاينة وانا فعلا هذي شي ان البرهرش دولدك محملها اذا لك الولد عندك عزاز راح تاهدك لفكرش ديك السيدة لفكرش ديك البنت اللي هي قالوا قاصر راح تهو من صلبك وحتهو منك وحتهو من عائلتك اذا راح تهو راعز الولد كيف قلت ولد الولد وكنتمنى ان هاد الفيلم ديالكم يحبس حدل هنا لانا احنا ما قلنا لكم مش خرجونا المشاكل ديالكم بالاضافة خرجتو لنا العقوق اللي كانت قولي ما بغتيش تطولي را كي قلت لقدرتي شاريط مطول شاريط مطول لانتي ولا بنتك لانتي ولا بنتك وكنتمنى ان هاد المشكلة يحبس حدل هنا وانا لو كانت فعلا ديك البنت حملة من ولدك كيف قلت را كاي ندبها الحمد للله تب تطور لادين يعني تعرفيه وش منه من ولدك ولا لا ولكن انه كيف قلت تهو راه ولدك وتهو راه ولد ولدك وانه حفيدك وكانتمنى انه تحبس هاد المشكلة حد هنا يا وبركة من نشر العقوق وبركة من نشر العقوق ومن نشر الفضائح والسلام عليكم وكان هاد اول فيديو ديالنا دهد النهار واللي عجبوا الفيديو ما ينسانش من لايك ومن الاشتراك والفارتاج ليما لا والسلام عليكم اشتركوا في القناة